تمحورت دعوة أنبياء الله تبارك وتعالى منذ أبينا آدم وحتى نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله تمحورت حول محورين أساسيين المحور الأول توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ كل ما يتضارب مع توحيد الله توحيده في ذاته توحيده في صفاته توحيده في أفعاله كما يعبر علماء العقائل هذا المحور الأول الذي دارت حوله دعوات الأنبياء جميعاً المحور الثاني هو إرساء الفضائل واجتثاث الرذائل من المجتمع إرساء الفضائل مثل الصدق مثل الأمانة واجتثاث الرذائل يعني ما يقابل الفضائل ما يقابل الصدق فضيلة الصدق رذيلة الكذب ما يقابل فضيلة الأمانة رذيلة الخيانة وهكذا كل دعوات أنبياء الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليهم دارت حول هذين المحورين مبادع الأديان السماوية كلها تدور على سعتها حول هذين المحورين وقد كانت عملية إحلال المبادع كافة التي تدور حول هذين المحورين كانت عملية تدريجية ابتدأت بأبينا آدم وظلت تتكامل شيئاً فشيئاً إلى أن وصلت إلى أبعد مداها برسالة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله هذه الشريعة التي ميزتها عن ما سبقها من شرائع قدرتها على إدارة حياة الإنسان بمختلف مستجداتها حتى قيام الساعة هذه ميزة الدين الإسلامي الحنيف ولو كان الإسلام غير قادر على وضع الحلول لمختلف مستجدات الحياة لكان الله قد بعث نبياً آخر بعد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لكن حيث أن شريعة النبي فيها كل مقومات التعاطي مع مستجدات الحياة فهناك حاجة إلى بعثة نبي جديد أو ليست هناك حاجة؟ ليست هناك حاجة ولهذا ترى القرآن الكريم في الآية التي نزلت في يوم غدير خم يعبر عن الدين بأنه دين كامل اليوم أكملت لكم دينكم بعد هذه المقدمة يدور حديثنا في نقطتين نتحدث في النقطة الأولى عن الملابسات التي نزلت فيها رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كل نعمة من النعم ما يقدر الإنسان يعرف مقدار هذه النعمة إلا بعد فقدانها أو بعد أن يقارن بين وضعه قبلها وبين وضعه بعدها نعمة الصحة الإنسان ما يقدر يعرف معناها وقيمتها بوجهه الصحيح التام إلا بعد فقدان هذه النعمة نعمة الغنى ما يقدر الإنسان يعرف حجمها الطبيعي إلا بعد فقدانها كذلك سائر النعم وأعظم نعمة من الممكن أن يمنى الله بها على إنسان هي نعمة الدين الإسلامي الحنيف هذه أعظم نعمة على الإطلاق خليعيش الإنسان فقيرا بعيد عنك خليعيش الإنسان مريضا لكن لا يعيش بعيد عن مقررات السماء لا يعيش بعيد عن الدين لأن أساسا قيمة الإنسان الحقيقية بمدى قربه من الله تبارك وتعالى قيمة الإنسان الحقيقية بمدى تمسكه بمقررات دينه هذه قيمة الإنسان هذا معنى أكرمكم عند الله أتقاكم لأن أكثر الناس تقواً هو أكثرهم تمسكاً بماذا؟ بالدين حتى تعرف حجم نعمة الإسلام ومدى ما أحدثته من نقلة نوعية في حياة الإنسان أنا راح أجيب إلك بعض الصور من واقع ذلك المجتمع الذي نزلت فيه شريعة الإسلام على صعيد الدين والعقيدة برغم أن نبي الله إبراهيم بأسلوب استدلاله على توحيد الله كان يستعمل أسلوب محاكاة الفطرة يشوف القمر بازغ فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي نبي الله إبراهيم يريد أن يحاكي فطرتهم يريد أن يستدل يستدل لهم على توحيد الله وعلى وحدانيته بما يحاكي فطرتهم شوف شلون الاستدلال فلما أفل قال لا أحب يعني ما ممكن يكون خالق ويأفل يزول ما ممكن كرر نفس الاستدلال مع الشمس لما بزغت في الصباح برغم ذلك برغم محاكاة إبراهيم لفطرة الإنسان تلك المحاكاة التي تناقلتها الأجيال بعد نبي الله إبراهيم ثم نقلها إلينا بتفاصيلها القرآن الكريم برغم ذلك سادت في ذلك المجتمع عبادة الأصنام والأوثان المحقق الكبير الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله من كبار علمائنا المحققين صاحب مصنفات رصين علميا محقق باحث في التأريخ يقول ثلاثمائة وستين صنم كانت موضوعة إلى جوار الكعبة المشرفة بدل ما يتوجهون في عبادتهم إلى الكعبة يتوجهون إلى تلك الأصنام الموضوعة إلى جوار الكعبة قبيل لها صنم قبيل لها صنمان قبيل لها أكثر ثلاثمائة وستين صنم بلغ حبهم لها بحيث يفتخرون بها في أدبياتهم في الشعر وفي النثر أساساً واحد من أسباب الحروب التي كانت سائدة آنذاك واحد من أبرز أسبابها تأتي قبيلة تهجو صنم قبيلة أخرى تشب الحرب أحقاباً أحقاب بلغ حبهم لأصنامهم بحيث يقدمون لها القرابين يذبحون الذبائح يضعونها إلى جوار الصنم كناية عن التقرب أزيدك في نفس المصدر شيخ جعفر السبحاني ينقل يقول بعضهم بلغ حبهم بعض القبائل ينتخبون فرداً سنوياً من أفراد القبيلة يقتلونه ويعلقونه على الصنم كناية عن التقرب إلى ذلك الصنم أنا أجيب إليك هذه الصور الظلماء حتى تعرف مقدار النقل النوعية التي أحدثها الإسلام في وجدان الإنسان في ضمير الإنسان هذا على صعيد العقيدة والدين على الصعيد الإجتماعي ما كانوا يشوفون غضاضة في سفك الدماء حالة الحروب حالة إغارة قبيلة على قبيلة أخرى من دون سبب هذا ما كانوا يرون فيه غضاضة بعضهم يرى الفخر في أن يأتي لنفسه وأسرته بلقمة عيشهم من خلال الإغارة من خلال الإغارة على قبيلة أو بعض سكنة البيداء يغير عليهم فيأتي لنفسه وعائلته بقوت يومهم يشوفون هذا أمر فيه كل الفخر ألف وسبعمائة حرب وغزوة أحصتها كتب التأريخ كانت قبل النبي هذا اللي توصلت إلى كتب التأريخ وتمكنت من إحصائه وإلا العدد أكبر بعض تلك الغزوات والحروب كان يدوم لأكثر من مئة عام حرب داحس والغبراء وغيرها ولأسباب تافهة سباق سباق الفروسية واحد من هذه القبيلة حفنة رمل يقذفها في عين الجواد فلا يتمكن من العدو تشب الحرب لأحقاب متمادية حرب تمتد لأكثر من مئة عام شنو معنى هذا الكلام معناه أن بعضهم يولد والحرب قائمة يوصل إلى مرحلة الشباب نفس الحرب لا زالت قائمة يشيخ لا زالت قائمة يموت يواصل المسير في نفس الحرب التي ولد عليها ولده وحفيده تلك أحوال الملاف الجاهلية أطلوا العقل وذابوا في الدنيا تحكم الشهوة في كل قضية هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى في النقطة الثانية نتحدث عن دوافع قريش من وراء معارضتها لدعوة النبي مو كانوا يسمون رسول الله الصادق الأمين مو كانوا يحكمون رسول الله إذا ينشب خلاف بين اثنين منهم وإذا هذا الذي يلقب بالصادق الأمين ويحكم في مختلف قضاياهم يرمى والعياذ بالله يرمى بالكذب يتبلى على الله ينسب إلى الله دينا وهو غير صادق في دعواه والعياذ بالله لماذا؟ هناك عدة أسباب يمكن استقرابها السبب الأول خوفهم من ملامة القبائل العربية الأخرى خليتون إرث الآباء خليتون إرث الأجداد أجدادكم آباءكم كانوا يدينون بدين معين وأنتم تركتم ما كان عليه آباءكم وأخذتم بدين هذا الرجل وتعرف الموروث الموروث كان أمرا مقدسا عندهم ولهذا يجاوبون رسول الله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون نقتدي بآثارهم الموروث الذي كان عند الآباء والأجداد أنّا كان ميدانه كان أمر مقدس عندهم شيء مقدس فأحد أسباب معارضتهم لدعوة النبي خوفهم من ملامة القبائل العربية الأخرى تركتم ما كان عليه الآباء والأجداد وهذا الكلام الحارث ابن نوفا ابن عبد مناف كان يقوله للنبي ذات مرة يقول إنا لنعلم أن الذي جئت به لهو الحق نحن ندري هذا من خلال ما لمسناه فيه من مبادئ نعلم أنه الحق ولكن يمنعنا أن نؤمن لك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا ونزلت الآية وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا هذا سبب من أسباب معارضتهم لدعوة النبي سبب ثاني هو أن الدين قد حجر عليهم بعض الملذات الغير مشروعة كانوا يلتذون ببعض اللذائذ التي هي في دين الله مخالفة لا يجوز ارتكابها أجلكم الله إخواني أجل الله هذا المكان الطاهر كانوا يلتذون بالفواحش بكل صنوفها وهذا أمر عند الله محرم لأنه لا يستقيم مع إنسانية الإنسان ولا كرامة الإنسان قيمة الإنسان عند الله أكبر من أن ينساق وراء هذه الفواحش هذا خلاف كرامة الإنسان لهذا حرمه الله علاوة على اختلاط الأنساب علاوة على المفاسد الأخرى لكنهم كانوا يلتذون بذلك كانوا يلتذون بالربا لا يرون غضاضة في كل ذلك فلما حجرها هذه الأمور فلما حجرها عليهم الدين عارضوا دين النبي معارضة شديدة الدين معناه الانضباط الإنسان المتدين الإنسان المؤمن ما هو التدين أساساً التدين هو الانضباط ما يتصرف الإنسان تصرف إلا وأول يرى رأي الشارع فيه ما يتصرف تصرف هذا معنى الالتزام هذا سبب ثاني من أسباب معارضتهم لدعوة النبي برغم أنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين سبب ثالث هو أن الدين قد عمل على إلغاء الروح القبلية التي كانت عندهم آنذاك روح التعصب القبلي الروح القبلية المفرطة العصبية القبلية المفرطة الدين الإسلامي ما كان يدعم هذه الروح القبلية الدين الإسلامي يريد أن يكسر أغلال القبلية باعتبار القبلية تقيد حينما يتعصب الإنسان لقبيلته فهو يقيد نفسه يحصر نفسه بينما الإسلام يريد للإنسان أن ينطلق في فضاء الرسالة الرحم ما يريد من الإنسان يحصر نفسه في قبيلة معينة فلما رأوا من الإسلام هذا الموقف عارضوه معارضة شديدة وبرغم كل هذه المعارضات التي لقيها النبي ولقيتها شريعة النبي صور ترى وصل بهم الحال إلى أن يقتلوا سمية أم عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما فكانت أول من ينال وسام الشهادة في دعوة النبي وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة برغم كل ذلك نبينا الأعظم كان يضع أمام عينيه نصب عينيه قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا النبي كان مخل نصب عين هذه الآية القرآنية المباركة وانطلق مع الثلة المخلص ممن أحاط به وإذا اليوم عدد من ينتمون إلى دينه أضعاف مضاعف مما كان عليه في أيامه صلى الله عليه وآله دعوة أطلقها قبل أربعة عشر قرنًا وأكثر وإذا اليوم هذه الدعوة لما رأى فيها الإنسان من مساوقة للفطرة السليمة اليوم عدد المسلمين أضعاف مضاعفه ما أكو بقعة من بقاع الأرض إلا ويذكر فيها اسم نبينا الأعظم محمد اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد وخل أقول لك أيها المؤمن ترى أعظم معجزة في تاريخ الإنسان هو نفس النبي شخص النبي هو أعظم معجزة في تاريخ الإنسان أقول لك هذا الإنسان الذي يتمكن في فترة تعتبر وجيزة في عمر الأمم والمجتمعات يجي إلى مجتمع غارق في الضلال وإذا في فترة وجيزة يخل الآية تنزل في حقهم كنتم خير أمة هذا مو معجزة هو بنفسه صلى الله عليه وآله معجزة شوفوا شلون وضعهم وشلون آل وضعهم بعد ذلك بحيث كانوا يتسيّدون على هرم الحضارة في ذلك الزمان يتسيّدون تصفهم مولاتنا فاطمة تشربون الطرق وتقتاتون القدة اللحم المجفف وتقتاتون القدة والورق ذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم وين وداهم وينقلهم رسول الله وفي قبال هذا ما طلب أجراً لا درهماً ولا ديناراً يجمعون الصرر والحزم الأموال يخلونها قدام رسول الله نفس الوقت نزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وهذا الأجر في واقعه يعود بالنفع علينا ناحاً ما يرجع بالنفع على النبي وإلا رسول الله أدى تكليفه والتحق بالرفيق الأعلى هذا الأجر في واقعه منفعة لكل مسلم لنا ولكل مسلم ولعلمه بذلك لعلمه ودرايته بذلك تشوف حتى اللحظات الأخيرة يأكد على هذا المعنى الله هلب علي الله هلب فاطمة الله الله بحسن وحسين من الأيام بل من السنوات الماضية يأكد على هذا المبنى على هذا المعنى والليلة الماضية وهذا اليوم هم أيضاً يتقلب على فراش المرض كلما أفاق أكد هذه الوصية والليلة الماضية المدينة ظلماء القصب الذي كانوا يشعلونه حتى تنار المدينة بالنور أطفؤوه الليلة الماضية الليلة الماضية المدينة ظلماء المسلمين يترقبون خبر عظيم شبي صير باتر يعني اليوم في مستقبل الأمة يترقبون نبع عظيم يهز وجدان كل مسلم ترى هذا اليوم يوم فاجعة هذا اليوم يوم مصيبة يريدون يوصفون يضربون المثل يقولون كيوم مات فيه رسول الله صور بعين قلبك يتقلب على فراش المرض يميناً شمالاً يمد يداً يقبض أخرى صفرت ألوان نبيك كل شوية وتنظر فاطمة إلى جبين أبوها يتصبب عرقات نادي وأبتها شوف شلون هذه الانكسارة بقلبك عقب كل هذه القرون المتمادية هذا أنت اليوم ينكسر قلبك تسمع مصيبة النبي شلون حالة فاطمة شلون حالة علي شلون حالة حسن وحسين يقولوا ادعو لي حبيبي تعرف حبيب رسول الله يجعل احتضنه النبي إلى صدره أسر إليه ببعض وصاياه والساعات الأخيرة الوقت الأخير من عمر رسول الله دار أهل بيته من حوله ساعة وداع ساعة فراق وخبرهم رسول الله شبي يصير عليهم من بعده ظل كل نوب ينظر إلى واحد من أهل بيته يذكر شبي يصير عليه ويبجي شكرا 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 شكرا